موسيقى 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 ده عاملت ضجة كبيرة جدا بالنسبة للطلبة سواء بقى الجامعات ولا المدارس بس مشكلة الموضوع ده ضجة اللي عاملها ان هو قسم الناس لشقين كده شق في تأييد الرأي والشق التاني ضد تأجيل الامتحانات بتعايز اعرف رأيك انت معاهم مع تأييد ولا ضد عماتنا انا من الناس اللي ما بحبش فكرة التأجيل لاني انا شايفها من وجهة نظري اه ان الافضل لوحنا امننا نفسنا وامتحاننا بس في جهة تأجيل الامتحانات دي طبعا دميانا لازم عشان خاطر الكورونا وفيه ناس ما عنداش للوعي فلازم لازم بقى فيه لازم من اجل دوقتي اللي امتحانات عشان خاطر ايه محافظة على الطلبة عشان خاطر الوعي فيه ناس ما عنداش ادراك خالص بالوعي هي دي النقطة اللي انا بتكلم فيها ان بسبب عدم التزام ناس كتير عدد الحالات التدى يزيد فعشان كده كان قرار التأجيل انا بشوف لو كان فيه التزام اكتر في الجامعات والمدارس ما كانش هيكون فيه قرار تأجيل لو كان فيه التزام اكتر طبعا يعني ما كناش اجلنا تفتكر ايه اللي هيتغير يا يوسف لبعد الاجازة الله اللي قدر اقولهولي اكاديميانا التغيير اللي هيتم دلوقتي ان الحكومة الفترة ان الحكومة خديتها دلوقتي قصلا في الاجازة اللي تتهنى دلوقتي كطلبة هتقدر اتعاقم فيها الجامعات بتسلوب كبير ومدارس عالقل الطلبة لما بترجع للانتحانات بمساوات طبيعية بقدني امان شوية للطلبة بس بعد الاجازة ناس كتير وانا منهم هتنسى معلومات كتير تمام وهترجع تذاكر من الاول بس على فكرة دميانا احسن حاجة اليوم ان هما ايه يبقى فيه فاطر اللي هو الحكومة دي تانا اه في نهاية حلقتنا احب في نهاية حلقتنا الموضوع كان محتاج ياخد وقت اكتر من كده الموضوع كان من تعليم تحاناته كان محتاج ياخد وقت اكتر من كده بس الاسف وقت حلقتنا خلص